بسم الله ما شاء الله أخيراً عرفنا إن المقاطعة هي أحسن سلاح دلوقتي بالنسبة للبرندات اللبس الكتير قوي اللي إحنا ما بنستغناش عنها يعني ملاش أقول أسماء بس كل البنات بتلبس من نفس الأماكن أخبارها إيه معنا ولي علينا يعني أنا شايفة إن محدش جي جان بالحتة زي وحاسة إن الناس خايفة تتكلم فيها عشان مش هقدروا يقطعوها لا أنا لو علي أنا عادي جداً أنا كنت زمان بنجيب تي شيرتاتنا وبنتبع عليها الحاجة اللي إحنا عايزينها ولحد النهاردة في أماكن كتير جداً وإنستجرام بيجز ومشاريع صغيرة كتير والله العظيم بنادي بقالي فترة طويلة جداً دعم المشاريع الصغيرة دي ومشاريع لناس محترمة قوي 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 وشفتها بعيني بقول لكم كنت بطبع التي شيرت أحط عليه اللوجو اللي أنا عايزاه أحط عليه الشكل اللي أنا عايزاه وقطنا مصري 100% اللي هو مافيش حسن منه يعني وبنلبس الحاجة اللي على مزاجنا وإحنا اللي عامل لها ديزاين بتاعنا بتاعها يعني فالموضوع يعني مش صعب خالص والحمد لله أنا مبسوطة قوي 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 بالحاصل مبسوطة قوي بفكرة إن إحنا بجد يعني تلع موضوع في قدينا تلع موضوع في قدينا وزي ما رايز قال إن إحنا لو حاجة غلية وقطعناها هتنزل سعرها يعني موضوع تلع في قدينا وسهل جدا فما نعودش بقى نندب ونعود نقول الأصل وفصل اللي مش عاجبنا نقطعه واللي سيء نقطعه واللي بيدعم نقطعه واللي بيعمل يعني اللي شغال ضدنا نقطعه والحاجة اللي سعرها غلي وعايزين ننزلها زي ما سيدة الرئيس قال نقطعها هتنزل سهلة أو نقطعها ونشوف لنا بديل مش موضوع أن نقطعها عشان تنزل نقطعها خالص ونشوف لنا بديل فأنا مبسوطة قوي 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 بالله حصل مبسوطة قوي بال يعني باللي وصلنا له قلبي مع اللي بيحصل ولسه الحد يعني النهاردة أنا متابعة طبعا الأحداث جدا بشكل كبير ربنا يكون معاهم يا رب وينصرهم وإحنا الحمد لله يعني زي ما دايما بنقول فيها حاجة حلوة لا فيها حاجات كتير قوي حلوة إحنا حلوين وناسنا حلوة والحمد لله يعني الشدة بتبين المعادن وإحنا معدننا الحمد لله بان في الشدة وبان قد إيه أصلتنا وإحنا لا في الصعوب بنقف جنب بعض يلا أشوفكم بقى إن شاء الله في فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر